موسيقى من فينا ما حاولش يكون إنسان أفضل من اللي عليه عشنا الصورة بدون مضمون وخارجنا بنجمل فيه لو عايزين فعلاً نتأسس وحياتنا نعيشها في النصرة الروح الكتوس متخصص في التغيير من جوالبرة لو عايزين فعلاً نتأسس وحياتنا نعيشها في النصرة الروح الكتوس متخصص في التغيير من جوالبرة من جوالبرة مساء الخير أخواتي المشاهدين برحب بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج من جوالبرة البرنامج بيجيلكم الساعة 8 على قناة القرمة تلمزة وعلى صفحات الكنيسة المتنوعة بكنيسة الإيمان مدان فيكتوريا بشجعك أنك تكمل معانا وتنضم لينا وتشجع كمان أصدقائك وأريبك وأصحابك في الشغل والسكان المعاك في العمارة أن يكونوا بنضموا إلينا ويتابعونا بصالي نهاردة أنه جميعاً نتقابل مع الرب وبصالي نهاردة حلقة دي تكون حلقة فيها بنبص على ربنا ونتغير ونسمح لي أنه يشكلنا ويغيرنا وإحنا كمان نسمح لي أنه يعد أزهاننا لاستقبال كلميته وبفتكر الآية اللي بوتروس كتبها لكنيسة كرونسوس ويقول لهم ونحن جميعاً لو أنت حافظ الآية أقول معايا نظرين مجد الرب بواجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك السورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح بصالي نهاردة إحنا جميعاً نتقابل مع الرب ونبص عليه ونسمح لي أنه يغيرنا ويشكلنا ويدبطنا ويرجعنا أنية تاني تحمل مجد مستعدة لكل عمل صالح النهاردة برحب بكم وبرحب كمان بكل حد منضم لينا وعايز النهاردة ترحيب خاص ووضفنا النهاردة الأسيس جيرجس كامل اللي بصالي أنه ربي يستخدمه وسطينا ويكون ساب بركة لينا في اسم ربي يسوع أهلا بك يا سيس ديفيد أنا الحقيقة سعيد جداً أن أكون معاكم النهاردة وعندي كم من الفرح الهايل الحقيقة بكنيسة الإيمان في فيكتوريا وبالخدمة العظيمة للرب مستخدمها لكنيسة الإيمان عندي شكر عميق للرب الحقيقة لأجل كل الخدام اللي في الكنيسة الأسيس ديفين والخدام اللي موجودين وأخيها سحق كارميو يعني حاسس الحقيقة أنه الكنيسة من الكنيسة الرياضة في مصر اللي ربنا مستخدمها في وضع بصمات عظيمة في مصر والرب مستخدمها بقوة وسط الشباب فعند امتنان عميق للرب للكنيسة ولللي عملها من خدمة سواء خدمة في أرض الواقع أو خدمة في السوشيال ميديا هو الرب هو الرب عايز كمان أسيس قبل ما ندخل في حلقتنا نعرف أخواتنا المشاهدين بعنوان الحلقة احنا اتفقنا مع بعض أن احنا هنتكلم مع أخواتنا المشاهدين و احنا كمان نتعلم من كلمة الله من حضرتك أنه نهج التلميذ والتلميذ اعتقد اخواتنا جمان المشاهدين اتفقوا معنا الأسبوع اللي فاتت والشهور اللي فاتت أنه رحلة التلميذة هي سكة طويلة والتي تريد بالنسبة على أن احنا ندور على منهج أو ندور على طريقة لكن النهاردة بنحكي أنه فيه نهج أي سكة وتبعية مدة طويلة أن أكون تلميذ فعنوان حلقتنا هو نهج التلميذ فمبدأين كده السيسة عايز أسحك سؤال لأنه ممكن اخواتنا المشاهدين يكون فاهم أنه الخلاص هو التلميذة أو أنه بقى تلميذ فخلاص وكده يعني فيه لغة مع الناس عايزين نوضح لأخواتنا مشاهدين ولينا كمان هو الخلاص والتلميذة يعني بعض عن بعض وإيه بيبدأ الأول الحقيقة احنا قدام موضوع هايل وده اللي بيدي للحياة المسيحية معنى لأنه أخشى أنه في أوقات كتير الناس تبقى عايشة حياة أقدر أقول عليها بلا معنى لأن الحياة مفاش تحدي والحياة مفاش التزام ومسئولية أعتقد أنها حياة ما تستحقش أنها تتعاش حتى في حد في وقت من الأوقات قال الجملة الجميلة دي الذي يعيش لذاته لا يستحق أن يعيش فالفكرة اللي المسيح دعا بيها دعا لخطوتين مختلفين عن بعض الدعوة الأولى اللي كان بيقدمها المسيح للبشر هي دعوة للخلاص فالمسيح وقف في البداية وقال للناس في ماتة 11-28 تعالوا إلي يا جميع المتعبين وفقي لي الأحمال وأنا أريحكم والحقيقة ده جزء من دعوة المسيح تعالى بخطيك بأحمالك ببعدك بأثقالك بتعبك اللي أنت عايش فيه علشان أنا أقدر أريحك وأعتقد المسيح وهو كان بيقول القادي كان بيفكر في نفس الإعلان الجميل اللي قاله الرب في إشعية 14 عدد 3 قال يكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت لها الآن دي رهيبة يا سيد ديفيد يكون في يوم ممكن يبقى النهار ده اليوم ده حد بيشاهدنا يبقى حاسس إنه زهق من حياته فشل من حياته ويقس من حياته أو يمكن يعني قاعد كده فاتح الشاشة بالصدفة ويقول أنا عايز انتحر إعلان قوي جدا قاله الرب قال يكون في يوم يريحك الرب من تعبك تعبان منهك شايف إن الحامل هاش قيمة من انزعاجك منزعج نهار ده وأنا ماشي عضيت بعض مشاوير فالقيت كل مكان كده بتحرك فيه الناس بيقولولي النهار ده السولر زاد جنيه فمحدش عارف بكرة هيبقى في ايه والدولار هيوصل لفين والجنيه هينزل لفين وحد بيسلم علي بيقول لي بص لأ أنا عايش في منتهى القلق فبقوله ليه قال لي طب ما خلاص بقى يقولولنا مرة واحدة الدنيا وصل فين ليه كل شوية عملين يعني يدخدغوا فينا ويكسروا فينا ويعملوا معنا كده طبعا الاقتصاد العالمي كله بينهار فبيقول يكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك الناس وانزعاجها واقول من قلبي محدش يقدر يرايح من الانزعاج ويدلي ثبات للقلب إلا المسيح نعم يكون في يوم يريحك الرب من تعبك من انزعاجك رقم ثلاثة من العبودية القاسية التي استعبدت لها العبودية القاسية كلمتين في منتهى الصعوبة عبودية إبليس استعبد الناس ربطهم بخطايا بإدمانات بشر ببعد عن ربنا بسجاير بطلاء بنجاسة لكن يقول عليها عبودية قاسية صدقني ده اللي ذهن بيرجع عليه لخروج واحد لما الكتاب المقدس يقول قام ملك جديد على مصر استعبد استعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبين وده اللي عام له إبليس مع الناس الوقت ده فدعوة المسيح في البداية دعوة جميلة للخلاص فبيقول له ايه؟ تعال استريح تعال للمسيح القي على المسيح حملك علشان المسيح يقدر يريحك يسألني عزيز المشاهد ببساطة يقول ليه؟ يعني أنا لو جيت للمسيح هتحرر من القيود اللي مالي حياتي أقول له مليون في المية ليه؟ المسيح لما في الجلجوسة أعلق وتصمر اتربط علشان يبقى حريتي عشان يقدر يحررني عشان يجي القيودي ياخدني بقيودي وأحمالي وأتعابي ويجي يديني حرية حقيقية فيقول الكتاب تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلية الأحمال وأنا هو مصدر راح برافو عليك يا أسيس لأن اللغط الكبير والأزمة الكبيرة اللي بتخلي الناس مش بتتحرر بتعمل ايه؟ هي واخد الفكرة تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلية الأحمال واستريح في الكنيسة واستريح لما أسيب بعض مشاكلي واستريح لما أعمل حاجة مختلفة لا 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 خالص هو قال وأنا المفتاح الحير في الآفين هو لو أنا في المسيح أبقى حر أنا مش في المسيح مش هيفاء أتحرر فإحنا كده في الأول بنرسخ اساس وقاعدة اساسية اللي حوارنا مع بعض أنه قبل ما أفكر في أنه أنا أمشي سكة أن أكون تلميز والمدة دي أو رحلة التلميذة دي وليست منزعج مش كده؟ صحيح برافو عليك لأن تكملت الآية جميلة يعني في عدد 28 متى 11 يقول وَأَنَا أُريحَكُمْ نقطة احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفسكم لاحظ أن هنا في نوعين من الراحة لا مش نوع واحد نوعين من الراحة في الأول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال أو ثقيلة الأحمال وأنا ورحكم دي راحة الخلاص لكن في راحة أعمق راحة التبعية إن ألاقي في المسيح إنجاز التعبير هدفي وألاقي في المسيح رؤيتي وألاقي في المسيح شخصي وألاقي في المسيح إن أنا عايش في الوجود لهدف نعم فبيقول احملوا نيري عليكم احملوا نيري عليكم يعني فيه نير للمسيح اتبع المسيح امشي مع السكة وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب ويكرر نفس الفكرة فتجدوا راحة لنفسكم فأقدر أقول من قلبي الخاطي مش مستريح لأنه مقيد والمؤمن بعد ما جل المسيح مش قادر يستمتع ويستريح بالعلاقة مع الله لأنه مش تلميس عشان كده أقدر أقول في قلبي أنه فيه اختبارين اختبار الأولاني اسمه اختبار الخلاص لكن الاختبار التاني اسمه اختبار التبعية في الاختبار الأولاني أنا بحتمي في المسيح وفي صليبه في الاختبار التاني أنا بحمل الصليب في الاختبار الأولاني أنا إنجاز التعبير ببدأ سكة مع المسيح في الخلاص بتاخد قد إيه مرة واحد قرار أنا جيت للمسيح ركعت سجدت قلت له اللهم ارحمني أنا الخاطئ ابلني وغيرني اليوم تكون معي في الفردوس اليوم حصل خلاص لهذا البيت اليوم يوم خلاص الوقت ووقت مقبول كل الكتاب بيؤكد إنه لما باجي للمسيح كإنسان خاطي أنا بخلص فيه لحظة نعم بس بخلص في لحظة منين؟ من دينونت الخطيئة لكن بكمل سكة تاني اسمها الخلاص من سلطان الخطيئة بكمل سكة اسمها تبعيت مع المسيح حمل الصليب وده اللي احنا بنقول عليه إنه الخلاص من سلطان الخطيئة وتبعيت المسيح والتلمزة لا دي مش رحظة خالص دي سكة دي سكة ببدأها لما ببدأ علاقتي مع المسيح وقبله مخلص شخصي رب وسيد على حياتي وبكمل في السكة دي إلى حاجة من الاتنين إما أنا أروح للرب أو الرب بيجي للاختطاف ونأبابه فبكمل السكة دي لآخر المشوار بشكرك يا أستيس لأنه إحنا برضو يعني بنقدم حق كتابي أنه النعمة مهمة ولكن برضو التبعية والبزل والاجتهاد مهمة فإحنا ولا نعتمد فقط على الإيمان ولا على الأعمال لكن يبقى فيه توازن وفيه رحلة أنا بدخلها مع الرب بسمح أنه يغيرني ويعدني وشكنني وأنا كمان بعمل الدور العليا أن أنا بكتهد بقعد معاه بتواصل معاه بغدم بجرع الكنيسة فالتوازن مطلوب بصي يا أزيز ديفيد أحب أقول لحضرتك أنه للأمانة معظم الأزمات في حياة الناس ومعظم الأزمات في التعليم ومعظم الأزمات في الكنيسة جات من فكرة التطرف أي تطرف لنحية دون التانية تخلق أزمة كبيرة فالتطرف نحية الأعمال ورسم فكرة الخلاص بالأعمال فقط وإني أعمالي توديني السماء ضيعت كم كبير من الناس وخلقت جوه الكنيسة كم رهيب من التقصيين كم رهيب من المتدينين اللي هو إيه أنا بعمل طب سؤال منطقي ذهني لازم أعرفه اللي قاله الكتاب إن كان بالنموس بر فالمسيح مات فالمسيح إذا مات بلا سبب لو كنت أنا بأعمالي أقدر أوصل للمسيح وخلاصه المسيح مات ليه؟ صحة لماذا مات المسيح؟ منطقي برضو منطقي المسيح مات علشان يبقى خلاصي المسيح مات علشان يقول لي لو أنت مش قادر بأعمالك تخلص أنا أخلصك وده اللي خلى المسيح لما قال السبع ألفاظ اللي فيه منتهى الروعة على الصليب واحد من أقوى الألفاظ اللي قالها المسيح على الصليب السبعة اللفظ الويناني الرائع تيتلستاي أو تيتلستاي اللي هو معناه قد أكمل يعني قد أكمل بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين إن المسيح لما مات بقي فدائي وخلاصي وحريتي فبيقي الخلاص من دينونت الخطيئة اللي أنا مقدرش أدفعه بالنعمة فأول ما أجي للمسيح يخلصني يغيرني من عقاب الخطيئة لأنا مقدرش أدفعه لكن أبدأ سكة تاني اسمها التبعية للمسيح وده اللي احنا بنقوله اللي اتجه للأعمال طبعا لم يخلصوا ليه لأنه أعماله ما تخلصوش طب واللي خلص بالنعمة لأنه الكتاب يقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله فاتكل أنه خلص بالنعمة وعايز يكمل الحياة بالنعمة دون اجتهاد برضو اتطرف لليسار وخلق في الكنيسة أشخاص أقول برضو متدينين أو حتى مؤمنين سطحيين معرفوش يعيشوا العلاقة مع المسيح لأنه نفس الكتاب المؤدس اللي كلمني عن النعمة كلمني عن الإجتهاد أروح فين مثلا من الإعلان الجميل اللي قاله بطرس الرسول وأنتم بازلون كل إجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف وفي التعفف صبر وفي الصبر تقوى وفي التقوى مواد أخوية الله ده مشوار بقى ده في نوع من الإجتهاد المذهل اللي ربنا عايزني أعيشه فأقدر أقول ببساطة الخلاص مجاني لكن التبعية مكلفة الخلاص بناله بدون ما أصنع شيء لأن المسيح صنع كل شيء في الصليب لكن سكة التبعية دي المكلفة وده أسيس اللي خلى كاتب من أروح الكتاب اللي بحبهم من قلبي واللي أنصح عزيزي المشاهد أنه يقرأ لهم راجل الألماني اللهوتي المحترم ديتريتش بن هوفر اللي كتب كتاب جميل اسمه تمن التبعية أوصي كل حد أنه يقرأ الكتاب الجميل ده كان من أوائل الأشخاص اللي أطلق اللفظ الجميل اللي اسمه النعمة الرخيصة فقال الناس بعد الإيمان عايزين يعيشوا نوع من النعمة اسمها النعمة الرخيصة اللي هي نعمة بلا تمن اللي هو بيقولوا عليها اتخلص وتمدد اتخلص ونام لا 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 أنت بعد الخلاص فيه نعمة فيها تمن فيه نعمة فيها اجتهاد فيه نعمة فيها تطحية فيه نعمة فيها بزل فيه نعمة فيها دفع تمن أقدر أقول لحضرتك مثلا جملة جميلة راجل اللي اسمه ديتريتش بن هوفر قال في كتابه الكلام الجميل ده قال النعمة الرخيصة هي العدو المميت لكناقسنا بمعنى انه أسأل حضرتك ببساطة مش أي حاجة في حياتنا بنعملها بلا اجتهاد وبلا مسئولية بالضع مننا اللي بيجي بغير تمن بيروح برضو بغير تمن وما بيصنعش أي ما بيصنعش أي هاد أب أهمل في بيته بيته مدمر هاد خادم أهمل في اجتماعه وكنيسته هاد كنيسة بلا تخطيط وبلا رؤية وبلا بزل وبلا اجتهاد ضاعت هل مؤمن ما عندوش الكلمة الجميلة اللي اسمها تلمزة دي سايبلشب ما عندوش تتلمز مش حاطط لنفسه مبادئ روحية طب ما تلقى ايا المؤمن ده هجضيع فالانضباط الروحي اللي هنتكلم عنه النهار ده وهنشاهده بعد شوية حتى في الفيديو اللي هتحط ده مهم جدا فاسأل أخويا اللي بيشاهدن النهار ده هل عندك انضباطات روحية ممشيك مع المسيح زي أوقات صوم واضحة في حياتك أوقات صلاة واضحة في حياتك أوقات اختلاء بالرب واضحة في حياتك أوقات صمت واضحة في حياتك أوقات بتقرأ فيها كتب روحية ده اللي بيصنع معايا حياة مع المسيح بس أنا أساس يعني ممكن إخواتنا المشاهدين هم بيفكروا في الخلاص والنعمة أو التبعية أو التشكيل باسمها العصري أو التقديس زي ما إحنا كمجمع إيمان بنؤمن عندنا اختبار تاني اختبار التقديس فالمساميات تختلف يعني التبعية أو التقديس أو التشكيل فممكن حد يسأل مثلا السؤال ده هو التبعية دي لكل الناس هل في دعوة حقيقة من الكتاب المقدس ومن الله لي أننا أتبعه أصلا ممكن بقى يعني دعوة الله أنه جميع الناس يخلصون لكن هل في دعوة كتابية اللي أنا أمشي معاه وخش النهج دوت ولا خلينا شارك حضرتك وقولك أن الرب تقابل مع بطرس وبطرس من الشخصيات الجميلة المحبوبة لنا كلنا والرب قال له بطرس مرتين اتبعني مش مرة واحدة المرة الأولى تبعية الخلاص بس المرة الثانية تبعية التلمزة فالمرة الأولى في إنجيل ماركوس أصح واحد عدد 17 الرب قال له بطرس اتبعني دي تبعية إيه؟ الخلاص فقال له اتبعني علشان تمشي ورايا وتبقى لي تابع وتبقى لي ابن لي ومؤمن وكمل الرب السكة مع بطرس وفي النص بطرس عمل حاجة فضيعة جي عند الصليب وبدأ يتراجع ويقول الكتاب المؤدس في لوقت 22 موقف صعب قوي عن بطرس فتبعه بطرس من بعيد فكأنه بيقول له أنت تبعتني في الخلاص بس كتلميذ في الموقف ده سوري كان عندنا مدرس جميل كان يقول لك خدت بك زيرو فخدت صفر كبير قوي في تبعية التلمزة فرح ربنا بقابل بطرس مؤابلة خاصة في يوحنى 21 وبدأ يتكلم معاه بالموقف الجميل اللي في يوحنى 21 اللي مش عايزين نقف عليه لأنه طويل وجميل بس كان كل مرة بيقول لي بيقول له اتبعني وإرعى غنمي وإرعى خرافي لغاية لما جي في عدد 22 نفس حضرتك تقرأ من إنجيل يوحنى أصحاح 21 وعدد 22 دي المرة التانية بقى اللي قال فيها الرب لي بطرس اتبعني قال له يسوع أن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك اتبعني أنت شايف الروعة يبقى فيه مرة أولى الرب قال فيها لبطرس اتبعني كمخلص كإنسان يعرف المسيح ويعيش للمسيح لكن فيه تبعية تانية اتبعني كتلميذ لأن بطرس بص اليوحنى وبيقول له طب يوحنى ما له فقال له بص خليك في نفسك وركز في نفسك وعمل إيه اتبعني أنت فدي التبعية المختلفة عن تبعية الخلاص تبعية التلمزة وتبعية الحياة مع المسيح فإحنا كده عايزين يقول لكل مشاهد أنه في دعوة حقيقة أنك تقبل المسيح بخلص شخص لحياتك وفي دعوة كما أنك تكون تلميذ حقيقة لرب وتتبعه والتبعية أساس يعني مكلفة مليون في المية صعبة مليون في المية عارف حضرتك لما تحضر مات شكورة بتلقى اللي بيحصل في الكنيسة وده اللي أنا عايز أقوله للناس كتير الحقيقة موجودة بعانا في الشاشة بتلقى بيبقى كان في الملعب 24 ولا 26 مش بتابع قوي بس بيبقى في الملعب عدد اللي هما بيلعبوا 11 22 22 سوري أنا أنا غلط فمش متابع قوي كرة بس 22 22 بيلعبوا جوة الملعب عرقنين وبيكتهدوا بيلعبوا بيعملوا الشغل وبيبقى في الغالب في مليون متفرج أخشى إنه أقول إنه داخل الكنيسة ده بيحصل كده إنه عندنا 22 ما عرفش برضو العدد كان بس ده الواقع تلاميذ دول اللي هما حاملين نير الرب وعندهم اجتهاد إنهم يكملوا مع ربنا وعندنا كم كبير من المؤمنين اللي موجود بيعملوا إيه بس بيتفرجوا على الحدث فبيطلع يوم الحد للأسيس يقولوله ربنا يباركك كان الخدمة جميلة وبيقابلوا مرسل ويقولوله ربنا يباركك ربنا باركك معنا جداً ويقابلوا المصالين يقولهم ربنا يباركك بتصالوا من أجلنا ويقابلوا من خدامه ربنا يباركك إن كنت بتشتغلوا شغلة عظيم لأ أنا عايز أقول عزيزي المشاهد النهاردة أنا بتعوك النهاردة من فضلك سيب دكة الاحتياط وصيب دكة المتفرج وصيب الكرس اللي أنت قاعد طول الوقت فيه بتقول للناس ربنا يباركك أنا عايز أستلم عليك النهاردة أقولك ربنا يباركك انضم لينا ويبقى تلميذ ليسوع المسيح علشان الرب يباركك وأحب حضرتك تقرأ لنا الجزء الجميل بتاع لوقة إنجيل لوقة صح 9 من عدد 57-62 لأنه الرب حط فيه جزء جميل في دعوة للتبعية للتلمزة فيه تعليم جميل لنا لازم نقرأه ونشاركه لإخواتنا علشان ينزلوا عنا لموقع التلمزة لوقة 9-57 وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد أتبعك أينما تمضي فقال له يسوع للسعالب أو جرة ولطيور السماء أو قار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه وقال لآخر اتبعني فقال يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله وقال له آخر أيضا أتبعك يا سيد ولكن ائذن لي أولا أن أود على زينة في بيتي فقال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحرص وينظر الوراء يصلح لملكوت السماء الجزء ده رهيب جميل قوي وبيكلمنا عن الدعوة للتبعية وقال لنا في الجزء ده ثلاثة جمل المسيح الأولاني هو جي للمسيح وقال له أتبعك فبيقول وفيما هم سائرون في الطريق أرجو عزيز المشاهد يكون فاتح الكتاب معنا وبيتابع معنا وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد أتبعك أينما تمضي هو اللي قاله أتبعك أينما تمضي لاحظ إن الرب اللي قاله أه ولا لأ لكن قاله أنا بحطه قدامك الحقيقة ليه لتكون متوقع إنه لما تتبع المسيح الموضوع كأنه يعني بسيط وكأنه يعني يعني كأني برسم ليك حياة وردية لا أنا عايزة أحط قدامك ثمن التبعية فقال له يسوع أنت هتتبعني أنا عايزة أقولك الحقيقة أنا فين للثعالب أو جرى ولطيور السماء أو كار أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه بمعنى إيه؟ مش ما كانش عند المسيح بيت ولا ما كانش عند المسيح مكان راحة لا كان عند المسيح بيت وكان عنده مكان راحة بس إيه الفكرة؟ رب بيقول له من كثرة تنقلاتي للبحث عن الضال ومن كثرة تنقلاتي للخدمة فيه أوقات كتير ما بيبقاش فرصة للراحة ولا بيبقى فرصة للنوم ده فيه وقت يا أسيس بطرس الكتاب المقدس بيقول عن المسيح لم يجدوا فرصة للأكل يعني من كثرة الازدحام والخدمة ما لقيوش فرصة للأكل وبينما كثيرين نيام الكتاب المقدس بيقول عن المسيح قام في الصباح باكرا جدا وكان يصلي فهنا بيقوله إيه؟ بيقوله لا الموضوع مكلف هل حضرتك وانت جاي تتبعني جاي وانت فيه توقعك انك فيه تمن بيتدفع وفيه تكلفة ولا انت مش واخد بالك وفيه حد الحقيقة قال جملة جميلة قوي في الحتة دي أحب أراها كتبتها وللأمنة يعني فرقت معي قوي أنا بقرها قال عندما تقرأ أن ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه تميل إلى الإشفاق عليه وكأنك بتقول إيه؟ يا عيني ده المسيح ما كانش ليه مكان أي ناس ندرسه بس كمل وقال وعلق ليس الرب في حاجة إلى شفاقتك عليه بل حري بك أن تشفق على نفسك يريد تشفق على نفسك إذا كنت تملك بيتا يعفيك عن الارتقاء إلى المرتفعات التي قصدها الرب لحياتك بمعنى هو أنت متعلق ببيتك ونومك ورحتك وتليفونك وتسليتك والإنترنتينمنت بتاع حياتك اتعلق بس خلي بالك اعرف في الوقت ده مين اشترى مين؟ أنت اشتريت البيت ولا البيت اشترك؟ أنت بتمتلك البيت ولا البيت امتلكك؟ أنت اللي بتملك الموبايل وليك السلطان تعمل إيه عليه؟ ولا الموبايل اللي اللي امتلكك أنت اللي امتلكت الماديات ولا الماديات اللي امتلكتك فكترة امتلاك الأشياء للناس وصلتهم لمرحلة أنهم زي ما قال الرسول بوليس في تميساوس عن المتنعمة الماتت وهي حية هي حية بس من كترة أنها عاشت في العالم والعالم امتلكها وبقيت مش قادرة تشوفها ملكوتها الله ولا التبعية ولا العلاقة مع ربنا والراحة أخذتها فهي ماتت بس هي الحقيقة حية يعني هي حية جسديا بس روحيا ميتا فلا تشفق على المسيح لا اشفق على نفسك لأن الحقيقة الراحة دمرتك وده الأول نعم وأنا استيس بفتكر أنه أنه طبعية المسيح على قد ما هي مكلفة على قد ما هي فيها مكافآت ونيجي وقت في الآخر الحلقة نحكي عن المكافآت ونعمة رب الوقت يكفينا ونحكي والمؤهلات كمان اللي بيمر بيها التلميذ لكن أستاذينك استيس نتفرج على تدريب روحي ونهاردة عايزين نشجع كل أخواتنا المشاهدين أنه لو ما خادش المسيح مقلل شخص لحياته نهاردة عنده فرصة أنه ياخد المسيح مقلل شخص لحياته ويقرر أنه يبقى المسيح هو السيد ورب على حياته وأنه يتشجع ويدخل معنا كلنا كبرنامج وهنا في الستوديو وكمشاهدين أنه يتبع المسيح تبعية حقيقة وأنه يسمح للمسيح أنه غيره ويشكله ويدبطه وزي اسم البرنامج من جوة لبرة أنه كل ما قلب يتغير وزهن يتغير واتعد كل ما كمان سلوكي اتغير فنرجع مع بعض ونتفرج على تدريب روحي وتدريب الصمت ونرجع تاني نكمل حلقتنا الوقت المميز المبارك اللي فيه منستمتع بكلمة الله ومنستمتع كمان بالأستيس جيرجيس معنا تفضلوا ونرجع تاني مع بعض عملوا إحصائية اكتشفوا أن الولاد بيتكلموا في اليوم سبع تلاف كلمة واكتشفوا كمان أن البنات بيتكلموا في اليوم حوالي واحد وعشرين ألف كلمة أنا عارف أنك ممكن تكون تخضيت من الرقم بس هو دي الحقيقة أنا عارف أن البنات بيتكلموا بزيادة شوية والولاد بيتكلموا أقل بس مش الفكرة في كم من الكلام اللي أنت بتتكلموا عايزك تفكر معايا قد إيه من الكلام اللي أنت بتقوله مشجع وقد إيه بيكون محمد قد إيه بيكون له لازمة فعلا وقد إيه في مرات بتحس إنه ما كانش لازم إن أقول ده ما كانش مهم إن أقول رأي في الحتة دي ياريتني ما كنت قلت الجملة دي في الوقت ده قد إيه بتقول الحق وقد إيه بتجذب إحنا في مرات من غير ما ندرى بنلون الكلام وبنخلي الكلام ليه معنيين ما بيكونش الكلام مستقيم وماشي في حتة معينة عارفين ليه؟ لأنه العالم حوالينا عودنا على كده العالم عودنا إنه طول الوقت نتكلم 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 صعب جدا إنك تسكت وحتى لو لسانك سكت أنت مخك طول الوقت شغال إنك طول الوقت عايز تعبر عن نفسك الكلام طريقة بيساعدنا ننعبر عن نفسنا إن إحنا نكون متشافين عشان كده أنا عايزي النهاردة أتكلم معاك وفكر معاك إزاي نقدر ندرب اللسان ده إزاي نقدر إحنا اللي نسوقه مش هو اللي سوقنا إزاي نقدر نضبطه؟ خدوا بالكم الكتاب المؤدس في رسالة يعقوب أصحاح 3 عدد 5 بيقول هكذا اللسان أيضا عضو صغير ويفتخر متعظما هوذا نار قليلة أي وقود تحرق ده معناه أو بيقول في ترجمات تانية إنه اللسان عامل زي شرارة صغيرة جدا بس ممكن تحرق غابة كبيرة جدا إنت متخيل اللي ممكن لسانك يعمله؟ إنت متخيل تأثير الكلمات اللي بتطلع من لساننا وممكن توجع اللي قدامنا؟ إنت متخيل فيه كلمات؟ ممكن تضمر حياة شخص؟ متخيل إن فيه كلمات؟ بتخلي ناس تنتحر؟ أنا عايزك تفكر معايا قد إيه من اللي أنت بتقوله مهم إنك تقوله وقد إيه من الكلام اللي أنت بتقوله سواء لو أنت ولد وبتقول 7000 كلمة أو إنسي بنت وبتقولي 21000 كلمة قد إيه من الكلام كان ممكن ما تقوليهوش وتقطعي وتسكتي كش كده إحنا النهاردة عايزين نتعلم تدريب اسم وتدريب الصمت أنا عارف إنك ممكن تكون تتخضيت لإن إحنا مش متعودين إنه نسكت ودائما لما بنسكت غالباً الموضوع بيكون مرتبط مثلاً إحنا في جنازة فالناس كلها سكتة حدش بيتكلم أو إحنا موجودين في مكان مش نافع إنه نحكي أو موجودين جوة الاجتماع فلازم نبقى سكتين فالصمت عندنا ارتبط بأماكن معينة بس النهاردة عايزك أنت بإرادتك تتضرب إنك تسكت مش حاجة تجبرك إنك تسكت طيب هنعمل إيه بقى؟ أول حاجة أنا عايزة أشجعك إنك تاخد في يومك خمس دقيق من الصمت قاعد جايب كوباية الشاي لذيذة بتاعتك قاعد في مكان مريح وفي هدوء وبتسكت وفي الوقت ده غالباً أنت هتفتكر كل الحاجات اللي أنت كمفروض تعملها أو تنجزها أو تخلصها ببساطة خالص هتنوتها معاك واكتب كل الحاجات اللي تيجي في بالك لأن إحنا مخينا تعود طوله لوقت إنه يفضل شغال ما تعودش إنه يسكت فأقضي من الخمس دقيق دول في يومك قرر في مرات إنك تقوم بدري شوية تقضي خمس أو عشر دقيق في يومك ساكت لو عندك معاك قرر أنك تروح بدري شوية فتقدر تسكت نفسك وتسكت من غير ما تتكلم وتاخد الدقيق في حاجات كتير على فكرة أنا مش عايزك بس تكتفي بالخمس دقايق لكن بنقول دايما محتاجين نصاعد التدريب نزود التحدي شوية فقرر أنك تاخد نص يوم كل إسبوع من الصمت أنا عارف إن ده هيكون مربك بس بلغ اللي حواليك إنك الموضوع طبيعي أنا بدرب نفس مفيش حاجة يعني أو جرب إنك تاخد يوم كل شهر التدريب ده بيساعدنا إن نبطأ الحركة بتاعتنا إنه كمان نركز مع حضور ربنا اللي جوانا اللي بيتكلم بصوت خفيف خالص حيث شجعك ابتدي وكمل حتى لو كان فيه تحدي وأبعدك إنك هتلاقي تغيير جواك حقيقي بيحصل من خلال الصمت ورجعنا لكم تاني إخواتنا المشاهدين بعد ما استمتعنا وتفرجنا على تدريب الصمت اللي فيه بنضبط أفوهنا ولسنة إنه يتكلم بكلامات بتجرح كلامات بتأذي ونستقبل حضور الله اللي فيه بنقرحنا بنختلي بيه ونعتزل ونسمع كلمته أكتر ونقلل كلامنا اللي يمكن هدام اللي ممكن من النميمة اللي يمكن بيزعج الآخرين وننضبط فيه أفوهنا ولسنة ويبقى لسان منضبط بيتكلم كلام للخير كلام للبركة كلام مشجع كمان للآخرين يكون أسلوب حياة أنا طول الوقت أنا بشجع وبقرر أصمت على بعض الحاجات اللي محتاج أصمت فيها وعشان كلا أشجعك أنك تضم لنا على جروب من جوه لبرة باسم البرنامج هتلاقي الجروب موجود في أول تعليق على اللايف نضم لنا على الجروب هتلاقي التدريب اللي بينزل وعلى مدار الأسبوع بنتشجع مع بعض كمجموعة اللي إحنا إزاي ننضبط ونمشي تدريب الصمت دوات مع الرب ونسمح لأفواهنا والسنة أنه تبقى منضبط ويبقى كلام قليل وبنسمع أكتر الرب في اسم ربي يسوع النهاردة كمان بنكمل حلقتنا مع الأستيس جيرجيس إحنا حكينا عن الخلاص عشان نرجع مع أخواتنا مشاهدين أنه دي مرحلة أو خطوة لكن في دعوة تانية المسيح بدعينا ليها لها التبعية وحكينا عن مرؤس تسعة تمن التبعية ماذا كده؟ الدعوة للتبعية وإحنا قلنا أنه أول حاجة ثلاثة قبل المسيح الأولاني قال له أتبعك هو اللي قال المسيح أتبعك أينما تمضي المسيح حطه قدام الحياة وقال له للسعالب أو جرة أو طيور السماء أو كار لكن التاني المسيح قال له اتبعني فالكتاب المقدس بيقول وقال آخر أيضا أتبعك يا سيد ولكن ائذن لي أولا ودع لزين في بيتي هنا الأزمة فين؟ الأزمة في كلمة رهيبة قالها قال ائذن لي أولا أن أودع أنا الذين في بيتي وكأنه بيقول له إيه أنا أولا واللي في بيتي أولا بص عليه الرب وقال له لأ أنت محتاج لو عايز تبقى تلميس يبقى ترتيب أولوياتك ترتيب صح إيه ترتيب الأولويات؟ الرب أولا بيتك مهم وأسرتك مهمة وحياتك مهمة بس في الترتيب الطبيعي الرب هو الأول والآخر البداية والنهاية فلازم يكون الرب أولا كمان الرب عايز يقول له أنت ما تعرفش والدك هينتقل إمتى فأنت قاعد طول وقت منتظر وقت الموت لا أنا عايز أقول لك الموت جسديين أو الموت روحيين فضيين وعندهم وقت علشان يدفنوا الموت الجسين الموت روحيين دول موجودين وينفع يدفنوا الموت الجسدين بس أنت عندك دعوة متالف إيه هي؟ اذهب ونادي بملكوت الله الأولان كان أزمته في الراحة التاني كان أزمته في الأولوية لكن التالت كان أزمته في العاطفة والتعلق فبيقول الكتاب المقدس التالت فقال له يسوع يعني بيقول له أتبعك يا سيد أينما تمضي اذهب دع الموت يدفنونا موتهم ده التاني التالت قال للرب أو قال للرب أتبعك يا سيد ولكن ائذن لي أولا أن أودع لدينا في بيتي فالرب قال له إيه؟ قال له ليس أحد يضع يده على المحرف ينظر إلى الوراء حد ألف الجزء ده جملة جميلة قوي 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 قال إيه؟ ألف الغالب الحفلات الوداعية اللي بيروح فيها ما بيرجعش فمن ما يروح يودع لبيته والدته تقبله ووالده يعاد قدامه وإخواته يقول له لا خليك معنا وأصدقائه يقول له طب ليه هتعمل اللي أنت بتعمله ده بيروح ما بيرجعش كده الرب قال له إيه؟ قال له ليس أحد يضع يده على المحرف وانظر إلى الوراء خلاص أنت خدت قرار؟ خذ القرار وكمل فيه علشان تقدر تكمل في علاقتك وتبعيتك مع ربنا أعتقد أساسي الثلاث أشخاص دول بيخلونا نصلي مع أخواتنا المشاهدين أنه مع أنه التبعية مهمة وإلزامية ولكن فيه تمن كبير فنفسي حالك تصلي مع كل مشاهد أنه رب يدي معنا وتشجيع وسند لكل حد مشغول ومرتبك بعمل الحياة وإذا ما هكشكتنا في الأول أنه ممكن أو منزعج أنه رب يجي يطمنه ولو كل حد رسا مربحش المسيح مخلص لحياته نهاردة يكون قرار أنه يربح المسيح مخلص شخص لحياته ويكون تلميذ ويدبعه تبعية حقيقة قلبية فضح يسلسل لنا مع كل مشاهد أنا بشكرك يا رب من كل قلبي وبعظمك لأجل كل حد بيشاهدنا في الوقت ده بصلي من قلبي لو حد منزعج وتعبان ومكسور يا رب أنت تقدر بالروح القدس توصله وتغيره ويكون يوم النهاردة يوم راحة من الإنزعج والتعب لكن بصلي من قلبي يا رب لأجل كل مؤمن لم يتلذذ بتبعيتك لم يتلذذ بأنك تبقى الأول في حياته ما اختبرش يا رب أنه أنت أهم من الحفلة وأهم من الوجود وأهم من الموتى وأهم من الكل بصلي من قلبي كثيرين في هذا اليوم يا رب ياخد قرار أعمق لتبعية جلالك في اسم المسيح أمين 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 أسيس ده بعد ما صنعنا مع أخواتنا مشاهدين عايز أفكر معاك وجيب لي سؤال كده يعني هو في كل حتة ببقى فيه زي مؤهلات أو حاجات مؤهلات أنا بعملها تصلح أن أنا أكون بدخل للتبعية دي هل في رحلتي مع الرب فيه زي حاجات أنا بعملها أو بخدها أو بكتسبها علشان أكون تلميز لقى 14 الحقيقة جزء جميل أوي يعني إحنا قرينا جزءين لقى 9 ده الجزء الأولاني اللي بيتكلم على شخصيات تبعة المسيح لكن لقى 14 جزء تاني بيتكلم على مؤهلات التبعية فبداية من عدد 25 أسأزينك لو تقرأه لنا لغاية عدد 34 ده جزء مهم أوي ينفع أسأزينك تقرأه لنا يا سيس وكان جمعة كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وأمرته وأولاده وأخوته وأخوتي حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون ليه تلميزا وما لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون ليه تلميزا ومن منكم هو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل فيبتدئ جميع النظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولا يقدر أن يكمل جميل أوي في الجزء ده عايز أقول لحضرتك فيه خمس أمور حطهم للرب كأنهم دول مؤهلات التلمزة أحطهم قدام عزيز المشاهد كأفكار وأخدهم فكرة فكرة بسرعة شهادة ميلاد إعلان طاعة وفيقة حب اعتماد موت استعداد للتضحية خمس كلمات حطهم للرب رقم واحد أول حاجة اللي هي شهادة ميلاد اللي احنا قلنا إذا أنا عايز أكون تلميز للمسيح لازم رقم واحد أكون مولود من الله لأنه واحد ما ديش قبل اتنين واحد أبقى مولود من الله عندي شهادة ميلاد روحية فأقدر أقول أنا ابني للمسيح فأقدر أكون تلميز لي رقم اتنين الطاعة الكتاب المقدس في كل أجزاؤه بيتكلم على أنه واحد من شروط التلمزة الحقيقة أني أطيع الرب ومش وراء وأقدر أقول للرب في كل اللي بيقوله لي حاضر ليه إذا أنا مدرك أنه الرب هو رب وسيد وإله وأحكم مني وأقدر مني وأروع مني وعرفت مصلحة الحقيقة فأقدر لما أمش وراء أقدر أقول للرب حاضر فلما يقول لي اغفر أقدر أقول حاضر ولما يقول لي بارك أقدر أقول حاضر ولما يقول لي تحرك أقدر أقول وراء حاضر وده اللي حتى قاله الكتاب المقدس عن أعظم تلميز في الوجود ربنا يسوع المسيح قال عنه الكتاب في فيليبي اتنين الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه يكون فيكم هذا الفكري الذي في المسيح يسوع وبعد كده يقول الإعلان الجميل ده كمان في عبرانيين خمسة تمانية مع كونه ابنا تعلم الطاعة ممن تألم به فالموقفين دول فيليبي اتنين خمسة التمانية وكرونس التانية خمسة تمانية بيقولولي أنه أنا محتاج أني في علاقتي مع ربنا يبقى عندي طاعة بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع فيبقى عندي شهدت ميلاد اتنين طاعة إعلان طاعة لكن رقم تلاتة وثيقة حب يعني وثيقة حب في الجزء الجميل ده بيقول إن كان أحد يأتي ورائي ولا يبغض أباه وأمه وإمرأته وأولاده وإخواته وأخواته حتى نفسه فلا يقدر أن يكون ليه تلميذة كلمة يبغض يعني إيه مش معناها أني أقرأ لأن الكتاب المقدس بيتكلم عن الحب وأغنى كتاب بيتكلم عن الحب هو الكتاب المقدس نعم وفي يحنى الرسول الأولى أربعة قال الله محبة لكن هنا معنا كلمة يبغض يعني إيه يعني من كثرة محبتي للمسيح يظهر أن محبتي لكل الآخرين بغضة فنواقف قدام المسيح بقوله من قلبي أنا بحبك من كل أعماقي لدرجة أن محبتي ليك تخلي كل محبة تانية رخيصة حتى نفسي رخيصة عندي رسول بوليس قال إيه قال لست أحتسب لي شيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع المسيح فهنا أقدر أقول بقلبي أنه رقم ثلاثة لازم يبقى عندي محبة قصوى للمسيح بحبه من كل قلبي ماشي وراه وأنا بقوله من كل قلبي إنجاز التعبير أحب سيدي لا أخرجه حرة والمحبة دي تبقى محبة قصوى لكن رقم أربعة الاستعداد أو اعتماد الموت يعني اعتماد الموت يعني بطلع شهادة وفاة إرادية لإرادة الذاتية فبقول لنفسي مع المسيح صلبت أحيا لأنا أحيا لأنا بل المسيح يحيا فيا عشان كده كمل في الجزء ده وقال إيه من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي بص الخلمة الجاية لا يقدر فلا يقدر مش هيقدر يبقى لي تلميذ لأنه شايل شيلة كبيرة اسمها الذات والأنا وإمكانياتي وطموحاتي عايز أقول لعزيز المشاهد وأخويا اللي بيحضرني الفكرة دي من فضلك أخرج من قصتك الصغيرة أخرج من أهدافك الصغيرة أخرج من حلمك الصغير أخرج من شخصيتك الصغيرة وإحلم الحلم الكبير اللي الرب عايزه أنه العالم كله يصير للمسيح والعالم يأخذ راحة إحلم الحلم الكبير أنك تشوف سلطان إبليس بينكسر من على الناس وبييجي سلطان المسيح وملكوته على الناس وده مش هيحصل إلا لما تعتمد الموت عايز أقول لحضرتك الكتاب المقدس علمنا من المسيح أعظم مثل في هذا الأمر لما الكتاب المقدس قال المسيح قبل الموت بالصليب إلا انتقى حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها لو المسيح قرر يظل للسماء ويظل في السماء وما يموتش كان إيه اللي حصل العالم كله هلك لكن الكتاب يقول ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كسير شكده يا أستاذ دبيت في عبرانين 12 اتنين يقول إيه يقول يوم ما تحس إنه موتك مع المسيح صعب وتحدياتك أكبر منك ومش قادر تكمل المشوار يعمل إيه ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصريب مستهينا بالخزي بص للأشخاص اللي قبلوا الموت وقبلوا إنهم يروحوا لأدغال أفريقيا ويروحوا لخدمة عظيمة ويقدموا أغلى ما عندهم للمسيح وقبلوا الموت مع المسيح دول اللي هما عاشوا بص لللي عاشوا من أجل نفسهم دول اللي أقدر أقول عنهم من أماته وهم أحياء لكن نسيب معاك شرط الخامس لأنه جميل قوي الاستعداد للتضحية يعني إيه في حاجات غالية عليها بس الحقيقة الغالي ده لما بقدمه للمسيح هو ده اللي بيبقى كأنه حاجة عظيمة بقدمها له فبيدين الأعظم إنه بيشوف العالم بيتغير يعني عايزة أقول لحضرتك مثلا ما رأيك في قرورة الطيب بتاعة مريم غالية أغلى حاجة أغلى حاجة أغلى حاجة عندها تباع بثلاثمائة دينار شغل عامل في سنة بس بص حضرتك لما انكسرت عند رجلين المسيح فحت الريحة وملأت الميت العالم كله مش البيت بس ده ملأت وقال لها حيثما يكرز بهذا الإنجيل يكرز بما فعلته هذه تسكارا لها هاب إنها احتفظت بقرورة الطيب كانت انتاجة إيه قرورة الطيب زي ملايين قوارير الطيب اللي الناس احتفظوا بيها واتنست لما انكسرت عند رجلين المسيح بإليها قيمة صديقي صدقني أقولك من قلبي أعظم قيمة تاخدها إنك تاخد الغالي وتطرحه عند أقدم المسيح وأحب أسيب ليك الجملة العظيمة دي أسي ديفيد والعزيز المشاهد قالها جيم أليوت المرسل الجميل اللي راح للإكوادور ودفع حياته استشهد في الإكوادور الجملة رهيبة الليس من الغباء أن تضحي بشيء لا يمكن أن تحتفظ به لكي تربح شيء لا يمكن أن تفقده مش من غباء أنك تضحي بحاجة مش هتحتفظ بها كل اللي معنا في العالم ماله هنسيبه صحيح بس هنربح شيء لا يمكن أن نفقده وهو المسيح الذي من أجله خسرته كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية نفاية الخمس مؤهلات الحاجة زكرتهم لنا شهادة الملاد والحب أو سكة الحب والطاعة وشهادة وفاة أنا أقول لنفسي مش أنا هو اللي يزيد وهو اللي يبان واستعداد للتضحية أعتقد الخمس حاجات دول يا أستيس دايما بيقولولي أنه الشغل كله جوه يعني الشغل كله على نفسي أنه أنا أقول أنه هو يزيد أنه أنا أضحي أنه أنا أطيع لكن عادة مؤهلاتها العالم مؤهلات فيها منصب مؤهلات فيها شهرة مؤهلات فيها أفضل لكن مؤهلات الرب اللي طالبها لكل تلميذ أنه هو يقل أنه أنا ما بانش أنه هو يزيد أنه أنا أطيع وهو كمان اللي يظهر بس الوقت بيأخدنا احنا بقي 14 دقيقة من الحلقة يعني رب تقلص الوقت الجميل والحلقة جميلة فالوقت بفيد بسرعة بس عايز ننقل بسرعة مع أخواتنا المشاهدين أنه أنه في مدرسة أنه في سكة أنا بمشيها أنه في مكان أنا بقعد فيه والتلميذ وأكبر وأنهض وأنمو فعايزين نحك عن المدرسة دي وعن القصة اللي احنا موجودين فيها عشان أبقى تلميذ حقيقيين وتابعين حقيقيين للرب لو أنا عايز أبقى تلميذ حقيقي للرب في نفس الجزء بتعلقه 14 رب قال أربع نصايح أخذهم وأخذ أفاسوس خمسة عشرين واحد وعشرين دول الجزئين اللي كأنه الكتاب بيقول فيهم أعملها زي أوكي مش لو عايز أبقى عملي كانت النهاردة تشجعت وقلت هو أغلى هتبعه عايش تلميذ هقول للرب إيه اللي انت عايزوا مني عشان يبقى تلميذ الرب قال أربع نصايح وبولس الرسول في أفاسوس قال نصيحة جميلة النصايح اللي قالها الرب رقم واحد اجلس قال من منكم يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب حساب النفقة النفقة فقعد قدام الرب كده في أوقات صلاة وقعد قدام الكتاب وفكر وقول لنفسك الفكرة دي لو عشت لنفسي وذاتي وبيتي وأولادي ودنيتي النهاية إيه نهايتي مؤمن بنك هتحط في صندوق مترين في نص متر وهيتكتب علي رحل فلان الفلاني في الوقت الفلاني ونسيت لكن لو جلست وفكرت وحسبت حساب النفقة أو قلت طب أنا حطيت حياتي قدام المسيح وقلت له ماذا تريد مني يا رب أن أفعل إيه اللي هيحصل سأصنع للرب بإسم وسأصنع تاريخ والصنع تاريخ ولا يليد نعم اجلس وحسب حساب النفقة بصورة جميلة البقاء دي بتتخذ في حاجات كتيرة حساب النفقة لكن إحنا طبعا هنا وكتاب بتاعنا كتاب القدس بيقول لنا نادي بتتكلم عن التلمزة باشو تتكلم على الشغل صحيح نقف النفقة لا بتتكلم عن الشغل هدفع تمن بس المقابل عظيم اتنين تشاور بيقول في التكملة الجزء الجميل ده وأي ملك إذا ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور اتنين أقعد قدام ربنا وشاوره حك معاه قوله يا رب أعمل إيه يا رب أعملها إزاي تلاتة أرفض أرفض إيه يكمل ويقول وإلا يرسل ما هو للصلح تصدق يا سيس ديفيت إن فيه ناس كتيرة اتصلحت مع ضعفها اتصلحت مع الهزيمة اتصلحت مع عدم التبعية بيقى خلاص متصلح استكان على الوضع اللي هو فيه وبيقى أزمة تبقى النتيجة الجملة الخامسة كن كن عشان كده قال إيه في كن قال الملح جيد ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح يصلح صديقي مش بس إجلس ومش بس تشاور مع ربنا تعمل إيه ومش بس أرفض إنك تتصلح مع ضعفك لكن رقم خمسة قرر في قلبك إنك تكون تلميذ وتكون مؤثر في العالم وقول في قلبك أنا هكون أعملها إزاي بحسب أفاسوس خمسة عشرين الأيتين جمال في أفاسوس خمسة عشرين وواحد وعشرين وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا إسكنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع واحد لم تتعلموا المسيح هكذا خلي المسيح منهجك أيها الدرس بتاعك ادرس حياته استمتع به خليه عيشك وتعيشه يسكن فيك وتسكن فيه فيبقى هو الدرس بتاعك اللي تعيشه لكن رقم اتنين إن كنتم قد سمعتموه اسمعوا شوفوا هو بيتكلم ويقول ويناقش ويتكلم فيبقى إنجاز التعبير مدرسك اللي بتتعلم منه تلاتة وعلمتم به خليه هو المدرسة بتاعتك لمدرستي شيكسبير ولا مدرستي قائد ولا مدرستي إنجاز التعبير أسيس أنا مدرستي يسوع التلميذ الحقيقي هو الذي يعيش المسيح نعم ويكون المسيح المدرسة والمدرس والمنهج والأسلوب احنا بقي ثلاث دقيق فعايز نختم مع المشاهد ببركات إن أنا أنهج نهج التلميذ دوت إنه أمشي مع المسيح وأطيعه وأحبه وأستعدي للتضحية في بركات لأمشي مع المسيح هقول بركتين البركة الأولى قالهم في مرقص عشر تمانية وعشرين لما قال إنه يأخذ في هذه الحياة مئة ضعف وفي الظهر أو في الزمان الآتي أو الظهر الآتي حياة أبدية رقم واحد الكتاب المقدس بيقول إن في الحياة هنأخذ مئة ضعف سأبارك زمانيا لكن في الظهر الآتي مئة ضعف والحقيقة أنا بفرح قوي بالأكليل في الأبدية لكن يفرحني أكتر يحنى خمستاشر تمانية لما قال بهذا يا تمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلميذي صديق المشاهد أعظم عطية يدها لك ربنا تتبارك بيها إنك تبقى تلميذ للرب وتربح الكثيرين للرب وتثمر في هذا الوجود وأقول لك من قلبي إن ما كنتش استمتعت ببركة إنك تربح نفوس للرب وتستمتع كل يوم وإنت نايم وإنت ربحت نفوس للمسيح نقلت نفوس من الظلمة للنور ومن الله هدف لله هدف أنت ما استمتعتش أنا أدعوك تبقى تلميذ للمسيح وتربح العالم ليسوح أمين أنا أعتقد أنه دي نهاية رائعة جدا من كلمة الله أنه أنا أكون تلميذ حقيقي وتلمستي مع الرب أن أكون أنا تلميذ هو المعالم بتاعي أربح نفوس كتيرة وأكون مخدمه وأشهد عنه وأكون فعال ومؤثر في الملكوت وده أعتقد دي نتيجة تلمستي ونتيجة أن أنا أكون ابن وتلميذ حياة المسيح وزي ما اتفقنا في حلقتنا أنه التلمزة هي سكة ونهج فيها أنا بسمح للرب أنه يغيرني ويشكلني ويدبطني وأعود إناء من تاني أحمل مجدو أقول جملة يا سيس في النهاية إذا استمتعت بالمسيح مخلص شخصي مرة استمتعت بالمسيح ققائد ومعلم وأستاذ ونهج مليون مرة نعم متعيت الحقيقية أني أعيش المسيح ومتعيت الحقيقية أني أكون تلميذ لي ومتعيت الحقيقية أني كل يوم أنام وأنا أعيش لهدف أني أعرفه وأجعله معروف نعم لو عايز أقول للمشاهد اتنين عمليتين أو تلات حاجات عملية يعملهم الأسبوع ده مع بعض إيه ممكن نقوله له رقم واحد اجلس وحسب حساب النفقة وفكر مع نفسك أنت عايشها صح ولا محتاج تعيت حساباتك رقم اتنين ارفض إنك تبقى شخص متصالح مع ضعفك ومع إبليس وقعد قدام ربنا اتشاور معاه صلي معاه قول يا رب أعملها إزاي اديني نعمة وشجعني أعملها بطريقة صح والرب هيقول لك أشير عليك صدقني ده المشير الأعظم اللي ينفع ياخد بإيدك ويصع معك العظيمة لكن رقم ثلاثة أشجعك من قلبي كن خلي في قلبك ثقة إنك لازم تكون تلميس حقيقي ملح ونور للعالم فارق في كل الوجود اللي انت عايش أمين 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 أستاذي أنا بشكر ربك جداً لأجل وجودك قسطينا تباركنا جداً من الوقت وبصلي رب يستخدمك ويقودك وتكون سعى ببركة في اسمي يا صحفة كل مكان تتواجد فيه بركة لي ومرسي جداً لوقتكو والإخواتي في البرنامج أمين أمين أنا بشكر ربك جداً لأجل وجودنا مع بعض في حضرة الرب احنا جايين علشان نفتح كلمة الله لحضراتكم ولينا نتبارك كلنا في جو من التغيير ومن التشكيل ومن السكة اللي رب عايز دخل فيها كل شعب الرب كل حد بيشوفنا السكة دي والتبعية دي كلنا مدعوين لها أن نكون تلاميس حقيين للرب وتلاميذ يصنعونا تلاميذ تلاميذ يربحوا نفوس كتير للمسيح وأعتقد أول رسالة وأهم رسالة أنه أكون ابني للمسيح وأخذ مخلص شخص الحياتي وبعدها أكون تلميذاً وأتبع المسيح تبعية حقيقة نتقابل الخميس الجاي في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج من جول برة تابعونا الساعة 8 على قناة الكرمة تلمزة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الكنيسة الإمامية مدام فيكتوريا الرب معاك اشتركوا في القناة